السلام عليكم ورحبا بكم في قناة ساوبنين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال اليوم كنقترح عليكم وصفة ديتاخت صغار بلابات بغيزة و الكريم ديبلومات كنتمنى الفيديو اليومين للاعجاب ديالكم ما ننساش نرحب الناس الجداد اللي نضموا العائلة ديالنا ولكنت هدي اول مرة كتشوفه علشان وعجباتكم ما تنساش تضغطوا على زر الاشتراك باش تدعموني وعلى الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات ديالي نبدأ الفيديو ديالنا بسم الله على بركة الله اول حاجة غمتابيها هي غد نصاب لعبات بغيزة ديالتي هنا عندي 250 غرام ديال دقيق وستعليها 150 غرام ديال الزبدة اللي غدي تكون في حرارة المطبخ اللي غدي تكون بوماد انا ختمت بزبدة حيوانية هنا غادي ندخلها مع هاد دقيق ما كتتعجنش غا نحاولوها ندخلوها يعني حيث كتجي بحل الصابلي كتجي مرملة هنا غادي نبقى نحاول ان ندخلها بالاصابع ديالي ومبعد بها الطريقة كما كتشوفو هنا بها الطريقة ما عديش تتعجنو وفي نفس الوقت غادي تدخل الزبدة كاملة غادي تدوب في هاد الدقيق سافي غا نبقوا به هاد الطريقة سافي غادي نحسو بها كلها تمزجت مع هاد هاد الخليط كله تمزج هنا يا فاش كدو بزبدة كاملة نزيدو 90 قرام ديال سكر غلاسي وكنبقوا بنفس الطريقة يعني بحلي كن نديرها وسط الدينة وكن نحركوها به هاد هالطريقة وبعد نزيدو البودغ ديال لوز 90 قرام ديال بودغ ديال لوز وغا ندخلو هاته هي بنفس الطريقة هنا تغا نحسو بها سافي كلها تمزجت ونزيدو الملحة وغادي نزيدو البيضاء لغا تكون في حرارة المطبخ هنا وهذا نحاولو ان نجمعوه كما تشوفو كما تشوفو نحاول ان نجمعوها بيديا سافي تقولي بحال هكا هنا لحسيت بها هكا كنت تعجن وخفتات السقلية نقدر نحطها في تلاجة وإلا بنتليها مزيدة يعني على حسب الجو وإلا كانت الجو سخون يعني زبدة تكون جدا نحطها في تلاجة وإلا ما كانت تدابت سوف نقدر نخدمه بها سوف نحطها وسط جوج الوراق البابيسو الفريزي ونحاول ان نقعدها جيدا بالتلاجة سوف تكون كلها بنفس السمك لا تكون شغلية بزاف ولا تكون شرقيقة 1 سنتيم سافي ثم نحبس قطعها المول قطعها قطعها لكي نقعدها لا تحتاج ان ندهنه لان تسوق سوف نقعدها كما تشاهدون نقعدها قطعها من تحت نقعدها من تحت لكي تشد بلاصة سوف نقعدها مول كبير اختارها بشكل فردي نقضعها كما ترتين نقضعها بزيارة نقضعها بجناب نضيف فرشيطة و نضيفها كتوقب حلقة باش نحيد منها الهواء سوف نضيفها في تلاجة 1-4 ساعة و نضيفها في الفران اللي يكون لدرجة 180 درجة نضيف العافية من فوق التحت و نضيفها في الفران القاز نضيفها في عافية مهيلة و نضيفها من التحت الخلاص بالطبول لنضيفها في عافية نضيفة الكرام ديبلومات تكون بالكرام بالكرام و نضيفة الرابعة و نضيفة 30 غرام 30 غرام السكر 30 غرام بودة كميه نخلط البيضاء و نحن نضيف كميه و نضيف البيضاء 25 غرام و نضيف الخليط ونضيف الماء و نضيف الخليط و نضيفه و نضيف الخليط و نضيفه و خلطه بكثير و نضيفه و نضيفه نضيفها الدولة أخبرنا قبلا من طريق لست عدد النفس التي تعمل بها كانت الكريم باتيسة ساعة ولكن لن اخذ لن تحديثون بهم المعنونة سأتخذها من فوق نضيفها نغطيها نضيفها بسلوفين و نضيفها بشكل كريم لنضيف القشرة لنضيف القشرة نضيفها فوق البوضاجين نضيفها نضيفها لنضيفها لنضيفها نضيفها 200 مل الكريم نضيفها نضيفها كيف العادة نضيفها و نضيفها 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 سوف تغلقها لنقصها و نضيفها و نضيفها أتجاها نقصها سرعا نقصها و ستزيد سوف نقوم بإضافة كمية كاملة سوف نقوم بإضافة و نقوم بإضافة نقوم بإضافة كمية كاملة كمية كاملة سوف نقوم بإضافة آخرfamily ثم نقوم بإضافة تغيير كرم سوف نقوم بتغيير كرمات سوف نقوم بتضرب هكذا لابدو ان يكون قويًا ما تخلطه خاصه سوف تضربها تقوم بتضربها سوف نقوم بتضربه ملمسة لها رطب و لا يبقى حبيبات صافية ماء نحبسها و نضيفها في الثلاجة ملمسة لها رطب نحبسها في الثلاجة نضيفها إضافة ماء نضيفها في الثلاجة نضيفها في السوداء نعرضها في الثلاجة نضيفها نضيفها ثم نضيفها لماذا تريد الفرز اي حاجة بغيتو انا غري قطعتو هكا بهالطريقة سافي وغادي نزوق به هاد الالتخط ديولي وخاسنا ندير يسيرو هالناباج باش يبقى الشكل ديالهم هكا لعمع ويبقى اللون ديالهم زوين سافي غادي ندقى بهالطريقة هنا كنحطهم كنزوق بهالطريقة سافي وغادي نكمل هاد الكمية كامل اللي عندي كما قلت غادي نديرهم في الاخر الناباج او لا اسيرو مل فوق سافي ويكون واجدي لنتقديم هنا وصلت الفيديو ديالنا للاخر ديالها نتمنى ان تكون للاعجاب ديالكم ولا لات الاهجاب ديالكم ما تنسوني تبلاجامو لي كومنتر باش تجوني دي الفيديوهات اخرى وبرتجوها مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائدة وتكبر العائلة ديالنا ولا جربتو هاد الوصفة ديالي ولا اي وصفة من الوصفة ديالي خليوها ليه في الكومنتر غادي غايف يفرحني بزاف بزاف شكرا المشاهدة وكنتمنى لكم نهار مبروك وإلى الفيديو الجاية ان شاء الله شكرا شكرا شكرا